طريق التحويل حساب التيك توك الى حساب خاص تابع مع الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة كده هنتكلم على ازاي يحاول حساب التيك توك الى حساب خاص يلا بينا كده نتابع الخطوات مع بعض هنروح كده نفتح التيك توك مع بعض طبعا انا بشرح على الموبايل مش من على الكمبيوتر نضغط كده على كلمة الملف الشخصي من الملف الشخصي هنضغط على التلت شورة دول وهنختار الاعدادات والخصوصية وهنا هنلاقي كلمة الخصوصية من ضمن القايمة دي هنضغط على الخصوصية عندك هنا باستخدام حساب خاص يمكن فقط الحسابات يتوافق عليها متابعتك هنا حساب خاص هنفعل الميزة دي هنفعلها كده بيقولك هنا هل تريد التبديل الى حساب خاص لازم تكره الاول ارشادات الموجودة عشان تعرف انت بتعمل ايه بيقولك هنا يمكن الاشخاص متابعتك فقط بعد قبولك لطلبات المتابعة الخاصة بهم يعني اي شخص هيجي يعمل لك متابعة بعد ما هتعمل الحساب ده خاص بيجي لك ان فلان عايز يتابعك تمام انت بقى ممكن توافق على طلب المتابعة وممكن ترفض هنا بيقولك يمكنك تغير ذلك في اي وقت يعني في اي وقت انت ممكن تغير تخلي الحساب عادي في اي وقت تمام بس لازم تعرف ان اي شخص هيجي يعمل لك متابعة انت لازم توافق على طلب المتابعة ده هنا ستكون فيديوهاتك مرئية لمتابعين لمتابعيك في صفحات اتابعه ولك وفي ملفك الشخصي والمزيد طبعا لاي حد هيجي يدخل على غير المتابعين على الصفحة بتاعتك مش هيظهر له حتى لو نزل فيديوهات مش هيظهر له فيديوهاتك خالص لان هيبقى الحساب خاص طبعا بقول لك هنا المتابعين الحاليون لا الميزة دي مش هتأثر معهم في حاجة لانهم موجودين عندك على الحساب هنا طبعا هنضغط على كلمة التبديل وكده خلاص هنرجع كده وهنشوف كده الملف الشخص هيبقى ظاهر عنده وكده العلامة الافل اللي فوق دي كده ومكتوب حساب خاص اي حد هيجي يتابعك لازم انت توافق على طلب المتابعة الاول وبكده نكون خلصنا فيديو المهاردة يارب فيديو النهار دا يكون عجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته